إن الرسول اللي صلى الله عليه وسلم الصحابة شغلوا عن صلاة العصر في يوم الخندق وجي سيدنا عمر وهو بيسب مشرك القريش إنه ما شغلوه فلم يدرك صلاة العصر إلا بعد أن أفتر الصائم فاستعظم الزنب دي أداة عند بعض المربين للأسف عشان ينفروا أولادهم من الزنب فبيعظموا لهم الزنب كأنه نهاية العالم لا إحنا بنعلمه من الزنب ده عظيم لأنه في حق الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يروع رب العزة في الحديث القدسي ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لو ربنا أولادنا على ده وانسينا حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والذي نفسي بيده لو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يزنبون فيستغفرون الله فيغفروا له يا عباد الله إيه وعترب ابنك على كده ترجمة نانسي قنقر